الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا وقع القول عليهم أقرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتمه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله سمع الله لمن حميده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم تصير أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثم الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى حبيبنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة واجعل افتراقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرومة اللهم اكتبنا جميعا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ولا ينفض هذا الجمع الا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لنتبور بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور اللهم امين اللهم امين اللهم امين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته brothers and sisters it is needless to remind ourselves that Palestine is a just cause it is the land of the first qibbeh second mosque in terms of establishment and the third sanctuary in Islam of course there are other reasons why فلسطينين يحبون أن تعمل على فلسطينين بإمكانها وخيرها، وإنهاتها وعين من تعمل عنه الله عز وجل ستستاذن نحن بفتح جرارٍ بالشكل السلوات في هذه الخيال. لم تعد المنظمة والعز promised wer pain a help of your friends we were able لتأكد نهاية الدولة للعامل بالسطنة الدولة في نهاية الدولة في نهاية الدولة نحن نحن بقى 70 المنشفين من 13 ملتين من المنشفين بعضهم من جوان و كرسيان بعضهم من الاتنين من الأساسية الذين جمعوا لحظة للفلسطين ومعوا لحظة للفلسطين كانوا يتحدثوا معهم وموانهما تشاهدوا معهم ومعهم ويحصلوا على بعض الأشياء التي نتواجدت. كانوا قد دعونا. نقوم بلوث سوى مؤشرين مدينة. وبطريقاً، سأقول بحضرة 90% من المنظمين أو ربماً من المشاهدين من الناس. أصلاً من جميعاً واحدة من المشاهدين. أصلاً من المشاهدين لأنه ليس لدينا نخلص المشاهدين من الذهاب لدينا نقلقاً بشكل مستقبل. لأننا لا نفعل شيئاً. ليس نحن نحن نقل قليلاً نقل قليلاً قليلاً نقل قليلاً ونحن نفعل شيئاً. الله عز و جل سوف نسألنا ماذا تفعل؟ ليس نحن نحن نفعل شيئاً. لذلك لا نستطيع أن نترك حتى الآخر لا نرى سوف نقل قليلاً أو ركوانيل إداراه على إحساب المجتمع لا نفعل شيئاً ونقل قليلاً ي consist of مسلمون christians, jews hindus, and sikh to go and see for themselves the misery that the palestinians are living under the other side sends delegations every single year they pay tens and hundreds of thousands of dollars for them to make sure that their narrative will prevail in this country we chose these people based on a criteria لأننا نعلم أن هذه الناس إن شاء الله رب العالمين عندما يأتي بها سيكون أفضل أمبسادين للفلسطين مرة أخرى إذا تقوم بكثير من فلسطين سيكون أخرى أيضاً نحن نتعاملنا عملنا مع المنظمة مع المنظمة مع السجنة نتعاملنا على التعلم عن فلسطين 10 دقائق كانت هناك رسولة التي قامت في السنة ستبضل الملطاقات فلحوش أن تحقق بالأن الإستقام إلى الحوض و ما احضب لزراء المنظمة وما تحقق بالعداد من المنظمة المنظمة وما نجعل المنظمة قد تنظم إلى السنة من المنظمة تقوم من المنظمة كنا نحن نفترض تم عمله المنظمة كما قد تحدث هذا على الأمر أخبر وأخبر وقد أحدنا أشخاص بنا أشخاص بنا مع بعض المشاكل في السنة وقد وقد أشخاص بأن هذه الوصولة تقلقها وحصولها ولكنه لأننا لم نكن لدينا المسلل في ذلك ومن ثم نعمل نعملنا بناس وحصولنا إنه يجب أن نفعل ما نحن نعمل إذا لم تعمل على ما تؤمن، فهنا لا يحتاج إلى أن نكون في هذا المدين. نحن نحن هنا، ليس في رام الله، ليس في غزة، ليس في دمسكس، ليس في كائر، ليس في إسلام آباد، ليس في كشمير، نحن نحن في أمريكا. هذا هو ما يجب أن نعمل ونفتح. نريد أن تحاولكك، إن شاء الله رب العالمين. نريد أن تحاولككك، لكي تحاولكك هذا العمل. أعلم أن أم المؤمنين، مايمونة، ما الله سألتها، سألتها، أسألتها في صلى الله عليه وسلم. أعلم، أنا عزيزة لكي تحاوليه، لذلك أنا لا يمكنني أن تكون مستعداً ومستعداً ومستعداً. أعلم أن مايمونة سألتها في صلى الله عليه وسلم، أعلم أن يكون يا رسول الله، افتنا في بيت المقدس. يقول، يا ربي الله، أعلمنا لكي تحاوليه بيت المقدس أو جرسلم. أعلم أن يكون مستعداً، فإن لم تستطيعوا فبعثوا له بزيت تضاء به قناديل أذهب وقفوا في المقدس. وإذا لم تستطيع، تساعدوا للمددها لها بيشكل مقدس. ما؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أيها المقدس، بيت المقدس لا يحتاج إلى المقدس لتساعدوا للمددها. إذا كانت تذهب إلى هنا، ترى بيت المقدس، ترى ترى التوانيز، ترى الحمد لله، إنها مستعدة. ولكنتنا في القائد كانت تحقيقاً، تن当ك بالتد��이دوربنا، مع المقدس، تنظرنا بأيت المقدس، أنت pelaهد للمقدس، ترى الت blendج catalog، تلك غير للحق donítك Too far there. it is here so we want insha'Allah to power up Palestine here in the United States of America and I ask Allah azza wa jal that you will stand with us, it comes with a price for those who work for Palestine it comes with a price but you know what our religion is about justice ليقوم الناس بالقصد we will continue to fight for justice we need you to support us with your dua with the talent that you might have and you can lend us and with money definitely we cannot do it on our way there is an angel who is calling on everyone of us oh seeker of goodness come forward realize whatever goodness or good intention that you have none of us of the evil doers and then what is most important وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ and Allah has so many to be exonerated from the hellfire and that's in every single night tonight is one of them right tomorrow will start the last two nights if anyone can guarantee that he or she will make it till tomorrow I will tell you don't worry about it but none of us guarantees that right so it is the night our night is tonight our challenge is tonight so I will ask inshallah rabbil alameen our first brother I'm sure our sisters also hear me to support us with a thousand dollars it could be paid by payments installments but we need someone to say this is my one thousand dollars for this cause with the inshallah rabbil alameen intention that Allah will exonerate me and exonerate my family from their fire with the intention that it will protect me and protect my family وَالصَدَقَةُ تَقِيمَ صَارِعَ السُوءٍ with the intention that is it's a good investment with Allah عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسلا a good loan given to Allah paid back and multiplied and it will be a good investment in your children inshallah rabbil alameen who's number one with a thousand dollars تكبير اثنين تكبير جزاكم الله خير أخونا أبو عمر نسأل الله لك ولأهلك أن تكون من عتقاء هذه الليلة inshallah rabbil alameen بإذن الله تعالى number three and number four may Allah عز وجل make you and your families inshallah among those who are exonerated tonight tonight from the hellfire this is the challenge right tonight number five inshallah rabbil alameen one thousand it could be about eighty dollars a month you could pay it by ten dollars a month that's fine just say this is my number five number five you know the land that comforted Muhammad صلى الله عليه وسلم was the land of what Palestine you know after Al-Isra and Al-Mu'raj after Ta'if what happened to the Prophet in Al-Ta'if he was taken in this night journey of Al-Isra and Al-Mu'raj right he was taken to where to Bayt al-Maqdis Allah didn't take him to Al-Madina Al-Munawwara he took him to Bayt al-Maqdis because Al-Madina Al-Munawwara is encompassed by the fact that the Prophet went from the holiest place the first holiest place to the third holiest place the second is in the middle it's also part of it that's where the Prophet صلى الله عليه وسلم found comfort I want someone of us inshallah to comfort the land that comforted Muhammad صلى الله عليه وسلم that inshallah will also comfort you on the day of judgment do I have number five inshallah one thousand dollars takbir jazakumullah khair nasal allaha laka wal ahlik an tako min utaka adhi al-layla inshallah number six one thousand dollars do we have anyone inshallah number six jazakumullah khair ya sheikh nabarak Allah fiik nasal allaha laka wal ahlik an tako min utaka adhi al-layla inshallah number seven do we have anyone wherever you can pay a month do we have another hand inshallah number seven okay we'll go we'll go to five hundred dollars about forty dollars a month maybe ten dollars a month that's fine do we have number one inshallah five hundred dollars jazakumullah khair takbir we ask Allah for our brother and his family to be among those who are exonerated inshallah tonight from the hellfire inshallah that everyone will be protected by his sadaqa everyone will be inshallah will have it as a good investment in him and in his family inshallah number two five hundred dollars do we have another one hand inshallah one more hand takbir jazakumullah khair we ask Allah to protect you with this sadaqa and to make you with your family among those who are exonerated tonight inshallah do we have another hand inshallah number three number three anyone let me make it easy because I have to finish you know if you give us a hundred dollars a month it will also help us I'm sorry a hundred dollars one time so can we get inshallah like ten hands with a hundred dollars ten hands number one number two number three number four number five number five a hundred dollars number five I just need five hands number six number six may Allah reward you all inshallah number six do we have more hands inshallah three more hands okay I have to finish now brothers and sisters we have pledge cards we have volunteers here we have a table outside please pay wherever you can as the prophet sallallahu alayhi wa sallam told maymuna may Allah be pleased with him go and visit you cannot send something at the time they needed oil today maybe it's a dollar we don't send money overseas as I said we need to invest it here when the prophet was in Mecca he worked for Islam for Islam where in Mecca right he was thinking about Mecca when he went to Al-Medina he wasn't obsessed with Mecca he was working for Islam in Al-Medina eventually the prophet sallallahu alayhi wa sallam when he established Islam in Al-Medina he was able to expand beyond Al-Medina al-Munawwara first you worry about your scene you worry about your locality you worry about where you live once you establish there then you can make sure that inshallah your work will extend and will reach different parts of the world let's do our part here let's invest here let's continue our struggle for justice inshallah our struggle is only peaceful only through the legitimate channels here jazakumullah khair wassalamu alaykum do you doin jazakumthere a thank you for coming and thank you everybody jazakumullah khair as so صب عليهم الخير صب اللهم اجعلهم من المنفقين في السراء والضراء اللهم استخدمهم لدينك ولا تستبدل بهم غيرهم اللهم بارك في جميع الحاضرين ولا تخرجهم من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور اللهم بارك في المنفقين اللهم بارك في كل من أنفق وينفق في هذه الليلة واجعل إنفاقه خالصاً لوجهك الكريم واجعل هذا الإنفاق سبباً في تحرير المسجد الأقصى واجعله جهاداً في سبيلك بكرمك وجودك أكرم الأكرمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين أخرى إخوانا إحنا عندنا ضيف الليلة براذر صالح فتيحه جزاه الله خيراً هو أنفق الليلة أو تبرع للمسجد بـ 3000 دولار تكبير أسأل الله يبارك لهم في أهله وفي ماله الله مبارك في أخينا صالح واجزه عنا خير الجزاء اللهم اجعل ما أنفق من هذه النفق عتقاً لرقبته ولزوجه ولأولاده من النار الله مبارك لهم في طعامهم وفي شرابهم وفي صاعهم وفي مدهم وزدهم من خيرك وفضلك واجعل أيديها من العليا ولا تجعلها السفلة وجميع الحاضرين بكرمك وجودك أكرم الأكرمين جزاكم الله خير تقبر الله منكم وإلى صلاة القيام إن شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من البقبوحين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين سميع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استوى صلاة الوتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله سمع الله لمن حميد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم نسألك حياة السعداء وموت الشهداء ومنازل الأتقياء ومجاورة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا من فضلك ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا واقبلنا ولا تردنا واسترنا ولا تفضحنا اللهم جئناك ووقفنا بين يديك فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين ولا عن باب عفوك مطرودين اللهم دبر لنا أمورنا اللهم دبر لنا أمورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان ووفقنا إلى قيامها اللهم ووفقنا إلى قيامها اللهم وبلغنا ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين اللهم اكتب جميع الحاضرين الليلة والحاضرات من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم حرمنا جميعا على النار وحرم آباءنا على النار وحرم أمهاتنا على النار وحرم أهلينا وأحبابنا والمسلمين أجمعين على النار واكتبنا جميعا الليلة من أهل الجنة الأبرار اللهم بارك في أرزاقنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي نساءنا وفي نسائنا وفي أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا إخوة مظلومون في غياه بالسجون اللهم نسألك أن تفك أسرهم وأن تطلق سراحهم اللهم اجعل السجن بردا وسلاما عليهم اللهم اجعل السجن بردا وسلاما عليهم اللهم إنك تعلم أنهم مظلومون فانتصر لهم اللهم فرج كربهم وأحسن خلاصهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اللهم ارحم موت المسلمين وأسكنهم الفردوس الأعلى من جنات النعيم وأدخلهم الجنة بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب يا خير من دعي فاستجاب اللهم ألحقنا بهم في الفردوس الأعلى غير مبدلين ولا خزايا اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا بكرمك مسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر شكراً لكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله